تعريف مصطلح السطور والحمائم الحلقة 485 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات السطور والحمائم تعبير سياسي شاعي استعماله أثناء مناقشات التونرس الأمريكي للمسألة الفيتنامية عندما انقسم أعضاء التونرس إلى طائلين بإمكانية وضرورة حسم الصراع عسكريا لصالح الولايات المتحدة وسم السطور وهي طيور عدوانية وآخرين طائلين باستحالة ذائقة وبالتالي نادوا بحل المسألة السلميا وعن طريق المفاوضات وترديم بعض التنازلات وسم الحمايم وهي طيور مسالمة واستخدم التعبير في حالات أخرى مثل الموقف من الصراع في الشرق الأوسط والموقف من الاتحاد الصوفياتي ونزع السلاح إلى أنه من الملاحظ أن العديد من أعضاء التونرس الحمايم في حرب فيتنام يؤيدون استمرار العدوان الصهيون على العرب ويطالبون بمواقف أمريكية متشددة تفوق مواقف الصطور أحيانا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على آل محمد وعلى 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 آل محمد وع